السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسألني قبل الفطور وسؤال اليوم الناقل جون يسأل يقول هل يوجد فرق بين كوريلا هايبرد وارد الصين عن المناشئ الأخرى وتجميع غير دول لكوريلا هايبرد وارد الصيني نشوف بالفترة الأخيرة انتشرت بأسواقنا والعالم عندهم إقبال جيد على شراءها ليش؟ لأنه سعرها مناسب مقارنة تنوية سيارات الوكالة فالفرق الأساسي بين كوريلا هايبرد وارد الصين وعن السيارات اللي تجي بالوكالة أولا نوعية الباتريا بالكوريلا هايبرد وارد الصين اللي راح يكون عندك ليثيوم النقطة الثانية شركة تيوتا يصنعو لها مصنعين آخرين للسوق الصيني يعني مو هي تيوتا تصنع فهاي السيارات مصنعة حتى تباع بالسوق الصيني فأغلب المصنعين اللي صنعون تيوتا بالصيني شركات مثل جي اي سي وكذلك شركة فاو حتى أكو سيارة أخرى من تيوتا تيوتا كراون كلوغر اللي انتشرت بالفترة أخيرة تشبه الهايلاندر لكنه هي من الفئة الفخمة عليها باج كراون هاي السيارة من جمعتها شركة فاو مثلا فهنانا السيارة كجودة بناء هي طبعا حسب ستاندرد او معايير تيوتا يعني ما نقدر نقول سيارة سهية لكن هنانا الشغلة تخوف شنو بما انه السيارة ما لها وكيل هنا فاذا صار عندك عطل راح تفطر تروح السوق التجارية والورش المحلية فهنانا راح تكون تحت رحمة الفنيين فلازم تلقى لك ورشة مثلا يشتغلون هايبرد وورشة اللي هم سمعة جيدة تروح تتفق يوم او دائما تاخذ سيارتك تصينها يومهم خاصة سيارات الهايبرد مو فقط كوريلا اي سيارة اخرى هايبرد ما مشمولة بضمان الوكيل دوروا على الورشات الجيدة روحوا يومهم وصيروا زماء يومهم حتى تستفادوا من خدماتهم الاحترافية لهنا اني وصلت لنهاية الحلقة وجوابت سؤال اليوم اللي اريده منكم ان لا تنسون ان تدعمون القناة باللايك وشير واذا ما مشتركوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته